اشتركوا في القناة وفق هذا التحليل نسألك كيف يمكن توظيف معنى الاسمين في حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى في حياته فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أحدا ليأخذ منه وإنما كان يعامل كل الناس ليعطيهم حتى أن الكافرين يتعاملوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الأحد أن محمدا ظلمني ذلك لأن الله علمه ذلك ولأن الله تبارك وتعالى خلقنا بدون أجره وما يريد منا شيئا وأسكننا في الأرض وجعلها مهادا بدون أجره بل إنه أظلنا بسماء فيها من النعم الكثيرة بدون أجره وما يريد لنا شيئا بل إن الله تبارك وتعالى وفر لنا الحماية ونحن في أصلاب أبائنا وفي أرحام أمهاتنا بدون أن يأخذ منا شيئا وعلى ذلك لابد أن نفهم أننا نتخلق بأخلاق الله عز وجل فإذا عاملنا أحدا أو رحمناه لا نريد منه شيئا ولا نريد منه أجرة كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور هؤلاء أهل الصلاح حينما يتعاملون مع البشر حتى لا يريدون كلمة أشكرك إذا قدم لك معروفا لا يريد منك أن تسمعه كلمة أشكرك لماذا؟ قال لأنه لا يتعامل معك بقانون البشر وإنما يتعامل معك بقانون الحق وقانون الحق تبارك وتعالى أن يعطي ولا يأخذ ولذلك قال ربنا في عطائه عطاء الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ولذلك لابد أن نتخلق بهذه الأخلاق وقالوا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل حينما كان المؤمنون والمسلمون يتعاملون بهذا التعامل الذي علمه النبي إياه كانت الريادة لهم وكانت القيادة لهم انظر أخي الكريم حينما تعلم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف في مدرسة سيدنا رسول الله على الإثار وعلى المحبة لله تبارك وتعالى يأتي وقد آخذ نبي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف مهاجري نعم ترك ماله وترك كل شيء في مكة وقد أخذها الكفار كفار قريش وسعد بن الربيع أنصاري عبد الرحمن بن عوف جاء إلى المدينة ولا شيء معه وسعد بن الربيع موطنه ورأس ماله في المدينة ولقد آخذ نبي بينهما فيأتي سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف لأن الإسلام قد آخذ بينهما إذا مات الواحد منهم يرث وإن لم يكن شقيقه في أول الإسلام فقال سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف هاتاني زوجتان لي فاختر إحداهما أطلقها لك لم يقل سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف خذ هذه فتزوجها أبدا وإنما قال هاتاني زوجتان لي فاختر إحداهما بمعنى إذا أعجبتك الأولى أطلقها وأنت تتزوجها وإذا أعجبتك الثانية أطلقها وأنت تتزوجها فاختر فأنا أوثرك على نفسي وهذا ما لي فاخذ نصفه وأنا ضرب أسعد بن الربيع أروع الأمثلة لله في الإيثار والتخلق بأخلاق سيدنا محمد الذي تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى في العطاء لا للجزاء والأجرة وإنما لله عز وجل ولقد ضرب عبد الرحمن بن عوف أروع الأمثلة أيضا في العفاف الذي تعلمه من سيدنا رسول الله فقال بارك الله لك في زوجتيك وبارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق وأصبح يتاجر حتى لما مات ما عرفت الصحابة أن تحصي أن تحصي تركة عبد الرحمن بن عوف إذن عطاء الله ليس من أجل شيء فلابد أيضا أن نتعامل هكذا المشكل أنها في هذه الأيام لا يتعامل الناس مع بعضهم البعض إلا من أجل مصلحة وهذه المصلحة هي التي قطعت رقاب العالمين من أجل ذلك لابد أن نقترب أفضل من أخلاق سيدنا رسول الله الذي تخلق بأخلاق الحق تبارك وتعالى